إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمدٍ صلى الله عليه وسلم وشرَّ الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله جميعًا أيها الإخوة الفضلاء وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوَّأتم جميعًا غدًا بإذن الله تعالى من الجنة منزلة وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته وفي هذا المسجد المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدًا جميعًا في جنَّته في مستقر رحمته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبَّتي في الله استوقفتني كلمة لحديثٍ لنبينا صلى الله عليه وسلم الحديثُ رواه الطبرانيُّ في الأوسط والهيثميُّ في مجمع الزوائد بسندٍ جيِّد عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه قال ما صليتُ خلف نبيِّكم صلى الله عليه وسلم إلا سمعتُه يقولُ بعد الصلاة اللهم اغفر لي خطاياي وذنوبي كلَّها اللهم أنعِشني واهدني واجبُرني واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها ولا يصرفُ سيِّئَها إلا أنت الكلمةُ من هذا الحديث قولُ الحبيب صلى الله عليه وسلم وأنعِشني والإنعاشُ أي الحبَّةُ في الله كما تعلمون يكونُ للروح ويكونُ للقلب عندما تستغيثُ الروح وعندما يستغيثُ القلب لذلك من دُعاءِ نبيِّنا صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم أنعِشني فنسأل الله أن يُنعِشَ قلوبنا وأرواحنا والله تعالى ختم سورة الشُّعراء السورة الرائعة فقال فيها جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوْحًا رُوْحًا مِّنْ أَنْبِنَا أولُ الوحي ليس كلمات هذا القرآن الذي بين أيديكم ليس كلمات وأحرف ولا صفحات قبل هذه الصفحات وقبل هذه الكلمات الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم روح والذي نقله النبي صلى الله عليه وسلم للأمة الروح عشان هيك من أسماء سيدنا جبريل عليه السلام روح القدس لما سمي بهذا الاسم لما أمين الوحي جبريل عليه السلام سمي بروح القدس نزل به الروح الأمين على قلبك يا رسول الله القدس هو الطهر القدس هو الشيء المطهر روح القدس جبريل عليه السلام لأنه نزل بالروح على النبي صلى الله عليه وسلم لينعش الأرواح التي تستغيث لأنه يا والحبة في الله لابد أن نعلم أن الروح في داخلنا قد تموت ونحن أحياء ممكن أنت تأكل وتشرب وتنام وتفي وتتحرك لكن الروح قد تموت لكن الروح اليوم عند كثير من الناس تستغيث تستنجد تناجي تنادي ونحن بطبيعتنا يا الحبة في الله نلبي النداء لكن تلبية النداء اليوم في الغالب هي تلبية لنداء الأبدان أول ما البدن عندك يناديك بألم من أعلى الرأس إلى أسفل القدم بأي مكان ببدنك مباشرة تلب النداء وتذهب للطبيب أو تستشير مختصا ماذا أفعل بهذا الألم لماذا تسأل قال هناك نداء من بدنه هناك نداء من الأعضاء أذهب لأستشير الطبيب ماذا أفعل هذا على الصعيد الخاص كذلك الأمة بفضل الله تعالى لبت النداء لكن نداء الأبدان ونحن مأجرون بذلك جمعت الأمة في الأسابيع الماضية بفضل الله ألاف الدولارات للإخوة الذين نادوا واستغاثوا لنصرة الأبدان وهذا مطلوب لكن يا الحبة في الله الأمة بالعموم مش أهل سوريا بس ولا أهل تركية ولا أهل لبنان ولا أهل الفلسطين ولا أهل المشرق ولا المغرب الأمة الآن بعمومها برجالها ونسائها بكبارها وصغارها إلا من رحم الله أرواحهم تستغيث قلوبهم تستغيث الأغنياء والفقراء المرضى والأصحاء الأميون والمتعلمون أرواحهم من الداخل تنادي تقول كدنا أن نموت كادت الروح أن تموت ونحن على أبواب أعظم شهر شهر الروح شهر رمضان ليس شهر صيام بدن مش تمنع بس جسمك عن أكل شروب ولا شهر حركة أبدان في ترويح إنه شهر الروح شهر غذاء الروح لذلك أردت أن أتكلم في هذه الأيام المباركة ونحن على أبواب النصف من شعبان الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله جل جلاله وعلى أبواب رمضان عن تلك الروح التي بين جنبيك نعم أنت أنا وأنت نحن لست من أبنان فقط نحن من مادة لهذا الجلد واللحم والعظم والدم والأغلى والأعظم والأهم من ذلك الروح وهذه الروح هي من الله عندما ذكر الله جل جلاله ذلك في القرآن فقال وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْرُّوْحِ بَيِّنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ شُرَحَلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ شُو الْرُّوْحِ جاءوا عند النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله ما الروح وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْرُّوْحِ قُلِ الْرُّوْحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا علماء الدنيا علماء الأرض علماء الفيزياء والكيمياء يستسلمون أمام هذا السؤال تقول خرجت الروح فمات الإنسان أين هي؟ من رأاها؟ كيف شكلها؟ ما طبيعتها؟ ما العلامات على تعب الروح؟ على اقتراب موت الروح؟ تلك الكلمات التي تخرج من كثير من الناس في هذه الأيام إذا جلست مع بولك يا شيخ تعبت الروح حسين بتعب داخلي أشعر بتعب في باطني هذا التعب إنذار مثل ما الهاتف بيعطيك إنذار البطارية كادت أن تموت تفرغ حتى تأخذها إلى مكان تملأها فيه؟ هذا التعب هو استشعار باطني لروحك شعرت به يوماً تشعر به الآن على فجرة ما له علاقة بالمال لأنه ممكن يشعر فيه اللي قاعد بالقصر وممكن يشعر فيه اللي قاعد بالخيم ما له علاقة بالسيارة ممكن يشعر فيه اللي راكب بسيارة السنة وممكن يشعر فيه اللي حياته راكب سيارة ما له علاقة بالأكل ممكن يشعر فيه اللي قاعد بأفخم مطعم بالعالم ويشعر فيه الذي لا يأكل ليس له علاقة بالماديات أمر مختلف كليا ليس له علاقة بالشهادات ولا بالمناصب ولا بالكراسي ولا بالعائلات ولا بالجنسيات هو أمر قلبي داخلي ما سبب هذا التعب؟ وكيف أنعش تلك الروح؟ وكيف ألبي تلك الاستغافة والنداء لروحك التي بين جنبيك؟ أنت يا من لبيت نداء الجميع الآن كلنا أنفق بفضل الله في الجمعات الماضية لأولئك الذين ابتلاهم الله وهم تحت الأنقاض أقول لك بارك الله بك لتلبية نداء البعيد لكن ألا تلبي نداء القريب؟ ألا تلبي نداء روحك التي بين جنبيك؟ التي حالها كحال أحد بجانبك يهزك؟ يقول لك أنت أنت أنا معك أكاد أنا موت أحييني أيقذني أغفني ما هذه الأسبابة الحبة في الله؟ السبب الأول لموت الروح الوقوع بالمعاصي وتكرارها والمداومة عليها بغير استشعار الندم وهذه الذنوب المعاصي أخواني في الله هي بالظاهر إسعادٌ للمادة إسعادٌ للبدن فعندما تطلق البصر بالطريق أو على الهاتف أو على التلفاز أنت تظن أنك تسعد بصرك وعندما تطلق السماع لتسمع الأغاني والغيبة والنميمة والكذب أنت تظن أنك تسعد بدنك وعندما تأخذ مال غيرك بحرام وببيع وبشراء وبغش وبكذب وتدليس إلى غير ذلك نسأل الله سلامه أنت تظن أنك تسعد جيبك يعني معك مال زائد يعني فيك تفرح نفسك هذا ظن الإنسان الطبيعي النفس الأمار بالسوء إلى غير ذلك من أمور لكن النتيجة هناك تعب روحي لذلك قال الملك خالق الروح جل جلاله فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية بسبب نقض الموافيق والوقوع بالمعاصي يقص القلب فإذا قس القلب والحبة في الله تعبت الروح ومن الأسباب كذلك كثرة الالتصاق والاحتكاك بالماديات كثرة السماع عنها وكثرة الكلام عنها وكثرة الانخماس فيها شغلك وظيفتك ماديات ما فينا نظهر منها لأننا خلقنا في دار الأسباب لكن عدم الاستعداد يفقهون على أرواحهم يعلمون كيف علاج الروح والله إذا جلست معهم تشعر بأنهم من أسعد الناس ولولا أنهم في قرب منك لما علمنا أنهم فقراء وهذا مصداق قول الملك ليس كلامي حد تقول لي يا شيخ ما بدنا ننزل للواقع وشوف واقع الناس الله الذي قال عنهم يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف كثرة الانخماس تحت حجة كلام أهل الدنيا أكثر 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 من العمل يشتغل بدل وظيفة اثنين وثلاثة وأربع بعدين شو بيصير؟ بعدين اللي بيصير أنه بموت الروح بموت الروح تموت الروح فإذا ماتت الروح بدأ التعب النفسي بعدها ممكن يجي المال لكن هذا التعب النفسي نتيجته ما تتوهموا يا أخواني في الله إذا سمعت أخبار انتحار هنا وهناك بسبب الارتفاع العجيب السريع للدولار ما دور تتحمل انتحرت لا لا أبدا بسبب تعب الروح لأنه فيه واحد غير انتحر ومعه ملايين لأنه فيه غير انتحر وعنده قصور لأنه فيه غير انتحر وعنده سيارات مش سيارة سيارات ولأنه فيه غير انتحر وبسافر طب ما القاسم المشترك بين هذا وذاك مش ارتفاع الدولار لأنه اليوم بس يبعثوا رسائل انتحار فلان الفلاني وفي كلامه الذي قاله لا أستطيع أن أتحمل بسبب الارتفاع الجنوني للدولار انتحرت فنحن شو مباشرة منقول هذا الارتفاع الجنوني بدنا حلق له إذا رجع نزل الدولار بروح التعب النفسي لا لا نفس الأمر طبعا نحن نريد صلاح أحوال الناس ومعاش الناس واقتصاد الناس هذا كلنا يريده لكن ليس هذا سبب الانتحار لا توثر فيك الأخبار التي تنتقل من أفواه الناس من أفواه الأخبار مصدرك الحقيقي الذي تأخذ منه الأخبار الحقيقية من الكتاب والسنة قال جل جاله الذين آمنوا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وهو الذي قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى وهذه البيئة الحبة في الله هي التي تعين على السبب الأول لوقع في المعاصر لأنه ما في رادع شو قال النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام إذا فات ابن آدم ثلاث خطب ثلاث جمع نكت على قلبه وفي رواية طبع على قلبه وقال عليه الصلاة والسلام إذا أذنب العبد إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء هذا اسمه موت الروح كم من إنسان اليوم بقول لك يا شيخ ما أقدر إيجي على المسجد ما أقدر إيجي على الجمعة أحيانا وهذا البلاء صعب أنا أعلم أن الآن البلاء على الأمة يشتد فبيشبه لك يا شيخ الأوضاع جدا صعبي وما لقيت شغل إلا عمل مضطر نترك فيه الجمعة مضطر نترك فيه بيئة الإيمان أنت بابتلاء شديد لكن حبيبي لا تنسى إياك أن تنسى أن هذا سبب والله رزقك مقسوم وما من عبد نزلت به فاقة يعني شدة جوع شدة فخر فأنزلها بالله إلا سدت فاقته وما من عبد نزلت به فاقة فأنزلها بالمخلوق إلا لم تسد فاقته أو كما قال عليه الصلاة والسلام إذن الذي يزيد في موت الروح البعد عن بيئات الروح والانخباس ببيئة الماديات كذلك من الأسباب أي الحبة في الله وأختم بهذه الثلاثة أسباب ثلاثة فقط إذا فهمناها وعيناها وعيناها راجعناها عادت للروح حياتها السبب الثالث والأخير ضعف الحياة الاجتماعية وصلة الأرحام كمان تحت حجة الأوضاع المعشي صعبة فأنا مشغول ومهموم وفكري كله بحياة الزوجة والولد والمعاش فلا بر لأم ولا لأب ولا لأخ ولا لأخت ولا لجار ولا لقريب ولا لعمة ولا لخالة ولا لجد ولا يجد إلا من رحم الله الدراسات من غير المسلمين تقول بعد البحث في أسعد الناس وجدنا أنه من أسعد الناس من كان عندهم حياة اجتماعية ناجحة زيارات صلة أرحام إهداء إكرام معاونات محبوب من عائلته يحب عائلته يزورهم يزورونه الاهتمام بالحياة الاجتماعية تعيد للروح الحياة وترك الحياة الاجتماعية هي قطع للصلات لذلك سميت الرحم بالصلة فالرحم مقطوعة عند الكثير من الناس إلا من رحم الله وخصوصاً مع وجود الهواتف مع وجود وسائل التواصل فزاد هذا في قطع الأرحام فزاد هذا في قطع الأرحام لذلك الرحم كما قال عليه الصلاة والسلام معلقة بالعرش تقول وصل الله من وصلني وقطع الله من قطعني أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم أرواحاً حيَّة بالإيمان إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ذكرت في الآية أن الله جل جلاله سمَّى القرآن بالروح فقال وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراطٍ مستقيم في هذه الآية سمَّى الله القرآن روح ونور روحاً ونوراً لذلك رسالتي لإخواني الذين ما زالوا في هجرٍ للقرآن أم اشتقت له أم اشتقت أن تحمله وتتأمل آياته وكلماته طبعاً مع انقطاعاً غيره لأن قراءة القرآن اليوم من الهاتف والهاتف مفتوح والرسائل عم تجيك ما بتخليك تستأنس ولا تستشعر بهذا النور احرص أن تقرأ القرآن للمصحف الهاتف بعيد وتطلب من الله أن يغيث ويعيد للروح الحياة في وقت صفوةٍ وخلوة وأجمل وقت للقراءة قبيل الفجر إن وفقك الله للقيام أو بعد الفجر وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً وقت السكون ما في ضجة الدنيا وأشغال الدنيا ما تستعجل بعد الفجر للمبيت لو صفحات قرأتها أو قبيل النوم في وقت التفرُّغ إن عاش للروح ما بعده إن عاش إن استقمت على ذلك كل يوم حتى رمضان تدخل إلى رمضان بروح حاضرة بإذن الله إنو الآن أن تعود إليه فالقرآن ينتظرك والقرآن فيه العلاج والله مهما ضاقت عليك الدنيا إذا بتبرم على كل أهل الأرض وتجلس مع كل أهل الأرض أكثر واحد فيهم بدي يقول لك الله يعينك الله يسهل عليك الله يسر أمرك لكن القرآن فيه علاج للباطن والأمر الأخير الذي يعيد لك الروح أي الحبيب وخصوصاً نحن على أبواب النصف من شعبان أثقل ما يُتعب الروح الحقد فالحاقد يشعر بثقل عجيب في قلبه عشان هيك بتجرب عندما تسامح الناس بتقول يا شيخ في شيء على قلبي راح صر الاسنين لا عارف زور ولا عارف اجتمع معه بمكان بل هذا الحقد الموجود عندي دفعني للتجسس والمتابع وسوء الظن والغيبة والنميمة لا عارف صلي ولا صوم ولا أخا قرآن لذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النصف من شعبان الذي رواه البيهقي أن الله تعالى يطلع على خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل خلقه إلا لاثنين إلا لمشرك نسأل الله أن يعيذنا وياكم من الشرك وأن يرزقنا حقيقة التوحيد واثنين مشاحن جمع بين الشحناء يعني صاحب الحقد وبين المشرك بين المشرك وبين صاحب الحقد بين الذي ليس عنده استعداداً يتنازل ولا يسلم إذا مر من أمامه أعرض إذا سلم عليه أعرض إذا جاءته رسالة منه أعرض ولم يجب أيها الحبيب أريد أن أذكرك أن الذي صنع إبليس والذي حول إبليس من أعبد المخلوقات ليكون أسوأ المخلوقات إبليس هذه الصفة صفة الأنا أنا ما بدي سلم أنا ما بدي يتنازل أنا ما بدي سامح هو الذي فعل معي هذه الأنا الذي يوفق لأن يميتها في نفسه فيتكون منزلته ويكون مقامه مع النبيين والصدقين والشهداء والصالحين والذي يتركها وممكن يكون بصلي أخواني وممكن بصوم وممكن بينفق أمواله بس موضوع الأنا عنده محدة أربعه هذا موضوع الأنا عندي خط أحمر فهذا نسأل الله تعالى السلامة أشبه ما يكون بإبليس لذلك ما أريده من نفسي وإخواني وأحبابي والجميع الآن بعد هذه الخطبة قبل أن تصل للبيت لأنه أيام قليلة تفصلنا عن ليلة النصف من شعبان ليلة النصف من شعبان أخواني في الله رمضان الماضي رمضان الماضي الآن يرفع فيها في ليلة النصف من شعبان ترفع أعمال عام بالكامل رمضان وكل أعمال العام الماضي الآن ترفع لكن المشاحن لا تُرفع له الأعمال لذلك أكبر خسارة أن لا تتجرَّأ على هذا فأنت تتعامل مع ملكٍ كريمٍ رحيم والجزاء من جنس العمل فالذي يغفر يغفر الله له والذي يرحم يرحمه الله جل جلاله إن اجتهدت على هذه الأمور أخي الحبيب قبل دخور رمضان فقد وفقت لأعظم تحضيرٍ لرمضان فتحضير روحك أن تكون جاهزاً لاستقبال الأنوار من ربها جل جلاله هو أعظم تحضيرٍ لذلك أسأل الله تعالى أن يوفِّقنا وإياكم لذلك اللهم اغفر لنا وارحمنا عافنا واعفُو عنا إلى غيرك لا تكلنا ومن شرور أنفسنا سلِّمنا آتِ نفوسنا تقواها وزكِّها أنت خير من زكَّاها أنت وليُّها ومولاها مولانا رب العالمين اللهم لا تجعلنا في هذه الساعة المباركة ذنبًا إلا غفرته ولا همَّا إلا فرَّجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضًا إلا شفيته ولا مبتلًا إلا عافيته ولا تائبًا إلا رددته ولا خارجًا في سبيلك إلا قبلته ولا مجاهدًا إلا نصرته ولا مأسورًا مظلومًا إلا فككت أسره يا رب العالمين اللهم إن قلوبنا وأرواحنا بيدك لم تملِّكنا منها شيئًا فإن كنت فعلت ذلك بنا فكن أنت وليُّها يا نعم المولى ويا نعم النصير اللهم جبُرنا اللهم أنعِشنا كما قال نبيُّنا صلى الله عليه وسلم اللهم أنعِش قلوبنا وأرواحنا بنور الإيمان اللهم إننا نعوذُ بك من مرد قسوة القلب يا رحيم يا رحمن اللهم بارِك لنا في شعبان بلِّغنا ليلة النصف اجعلنا فيها من المقبولين وبلِّغنا رمضان وبلِّغنا العشر الأواخر وبلِّغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين صلِّ لهم على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلِّم وأقِم الصلاة اشتركوا في القناة